نبدأ بالموضوع ديال المحروقات الموضوع ديال المحروقات الآن يعني معروف لأسباب ديال ارتفاع المحروقات لا في بلدنا ولا خارج بلدنا مرتبط بواحد السياق دولي اللي فيه واحد الحرب ليوم على يوم كي يتزاد يتأكد اللا يقين اللا يقين حول يعني هاد المواد والأسعار اللي تقدر توصل لها الحكومة قمت مجموعة ديال الاجراءات آخر اجراء قمت به الحكومة من أجل تعزيز القدرة الشرائية ديال المواطنين هو هاداك المرسوم اللي طالعته عليه البارح بن جيس النواب والعرض ديال السيد وزير المنتدى لدى السيدة وزيرة الاقتصاد المالية المكلفة الميزانية وضح هاد الأمور هادي وضح الارتفاعات كانت ارتفاعات تقريبا التي تجاوزت الدعف مجموعة ديال المواد منها مواد ترتابط بغاز البوطان اللي الحكومة تستمر في دعمه واللي الكلفة دياله غدي توصل لواحد وعشرين مليار درهم من بعد ما كنا كانت توقعوا بأن الكلفة ديال الغاز ديال البوطان غدي تكون في حدود ديال واحد تسعود ولا عشرة ديال مليار ديال الدرهم احنا اليوم اليوم الارقام الحالية الحالية اليوم راك نقولوا واحد وعشرين ولوقع زيادة لقدر الله را الحكومة سوف تكون مطالبة بالتدخل أكثر وضخ موارد مالية إضافية لكي تواجه هذه الارتفاعات الكبيرة نفس الشيء بالنسبة للارتفاعات أخرى مرتبطة بالمواد دقيق كان واحد الدعم موجه للدقيق المدعم الآن الحكومة دعم الدقيق وهذا شرحته غير ما مر في هذه الدولة اللي كان خارج صندوق المقاصة وتحملته الحكومة ونحن اليوم الوضعية الحالية رح نتقريبا في حدود 1-3.4 مليار درهم لإلى حدود الآن قامت الحكومة بدعم هذه المادة والدعم سيبقى مستمر ليقدر يوصل إلى 1-6 ديال المليار مع نهاية السنة إذا بقت الأسعار في هذه المستويات وإلى قدر الله ارتفعت الأسعار سوف تكون الحكومة مطالبة باش تدعم بشكل أكبر نفس الشيء بالنسبة للسكر نفس الشيء من جمع هذه الإجراءات اللي قامت بها الحكومة من أجل مواجهة هذه الارتفاعة أولا الدعم ديال المهنيين الدعم ديال المهنيين تعطى المرة الأولى وتعطى في شهر أبريل وتعطى في شهر ماي وتعطى في شهر يونيو ونحن الآن الحكومة تنكب بجدية من أجل دراسة لأنه تعطي الدعم اللي تعطى في أبريل تعطى الدعم بناء على واحد المستوى معين ديال الأسعار ولكن الآن الأسعار طفعت فالحكومة تدرس الآن الهوامش المتاحة والإمكانيات المتاحة باش أنه نمشي في مستوى أكبر 180 ألف عربة تم دعمها خلال هذه المراحل اللي تكلمت عليهم هذا الدعم هذا في أبريل تقريبا واحد تسعين في المية في ماي الطلبات في حدود واحد خمسة وثمانين في المية الأسبوع اللي فات كنا في حدود واحد العشرين في المية بخصوص الشهر ديال يونيو تقريبا 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 راحنا في واحد المليار فاصل الأربعة ديال الدرهم إلى تسعفني الذكرة ديالي اللي تم يعني تم دخها إلى حد اللي كتشمل هذه العمليات الثلاثة تقريبا ترجمة نانسي قنقر